وفي لقاء خاص للتلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يأتي في توقيت هام كونه يعود بالنفع على الملاحة الجوية مهم جدا نتكلم على مسألة رصد الأجواء سواء كان على مستوى الأرصاد الجوية أو حتى كمان البحرية يمكن كان فيه مادة هامة جدا متعلقة بمجابة الشائعات وتصدي لها يمكن طبعا كان مهم أن نقول أن الهيئة العامة رصد الجوية كانت بتغضع في عملها إلى القرار رئيس الجمهورية سنة 1971 فبالتالي نحن نتكلم على فترة زمنية طويلة جدا فكان من الهام أن نعيد تنظيم عمل الهيئة بما يمكن الدولة المصرية من أن تكون عندها قوة رصد للأجواء سواء كان بحرية أو جوية وفي نفس الوقت أيضا تبقى مناخ جاذب للاستثمارات سواء داخلين أو خارجين وفي نفس الوقت أيضا أن الهيئة يكون لها مجال أوسع وصلاحيات أوسع في مجابة الشائعات توقيت هذا القانون هو أمر مهم جدا خصوصا أنه يعود بالنفع على كافة الأجواء المتعلقة بها الملاحة البحرية أو الملاحة الجوية وده أمر في قاية الأهمية والخطورة وكمان بينظم ويحوكم قضية نشر البيانات المتعلقة بها للأرصاد الجوية وده أمر مهم جدا كان هناك بعض التعديلات المتعلقة بمجلس الإدارة وطرق الإبلاغ المتعلقة بمحاضر مجلس الإدارة وصياغتها ومدة مجلس الإدارة وما إلى ذلك من تعديلات أثارها السادة نواب النهاردة وتم الموافقة عليها وتعديلها